بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بالجميع مرحبا بكم في قناة ريجين بدون تكاليف ريجين بدون حرمان طبعا والحمد لله واللي بطريقتنا فقدنا وزن كثير وبدون رجعة ان شاء الله فيديو تا اليوم ما راحش نقدم لكم هاد الملوي وانما راح نحطه لكم في فيديو اخر الشي اللي راح نقدمه لكم اليوم هو الدقيق اللي خدمت به ذاك الملوي بطريقة صحية هاداك الملوي حبيباتي مخدوم بالقمح الكامل اليوم راح نوريلكون طريقتي كيفاش نتحصل على القمح الكامل واللي يكون مضمون تعصح أنا القمح الكامل نشريه هشكاراتها 25 كيلو مباشرة السألو تلقوا ونتشريوه ما اللي يسلميتوش ما تقولوا ليش ما كاش في المنطقة وينسكون كاين اول حاجة نديرها نبقيلو كامل هادو ما لعفيس ليجو كبار يعني الحاجة اللي عيناني حطبة كبيرة حجرة ولا فقط نقلبها كياء بليدي انتها وينتبالي حاجة كبيرة نحيها هنا يا كاميرا كنتشوفوا بقاولي غير القشور على خطر هادو العملية تعتنقيا راني درتها قبلكم من بعد لازم يتغسل علش لازم يتغسل القمح؟ علش نحب نديرها هكا رغم انه شوية فيه شقوة ومنشريه هكذاك مرحي مباشرة لتباعي مرحي ما يغسلوهش علوك القمح اولا يديرو له مواد كيميائية كي ينبت باش ما يأكلوه لهمش كما يقولوا الحشرات ويديرو له كذلك مواد كيميائية باش كي يخزنوه ما يتسوسش وزيد على الغبراء وكل شيء وهم يروحوا يرحيوه مباشرة بالصحب هالطريقة لما تشريه حب وتغسله راح تضمنه اكثر كما را كنت شوفوه نعمر له الماء البارد من الحنفية ومن الاحسن تأخذوه بكميات قليلة كما را نديرها في الباسينة نحر كوملي يطلع هذاك الريش من الفوقه هذاك راهو فقط قشورة ماشي هديك هين خالة البنات ما تغلطوش هادوك راهو قشور قشرة خارجية ما عندها حتى معنو لما هما درسوا هذاك القمحة طبعا الاغلبية على القشورة راهو منحوهم يستعملوهم كاغذية للانعام ويبقى شوية نحن نبقى نغسله فيه كل مرة حتى يطلع كامل هاداك الريش من الفوقه نتخلصو منه من بعد انفرغوها في مهاء كيس هكذا ولا قفة اللي عندك تكون من هاد النوع باش يقطر طبعا انا هنا كما را كنت شوفوه اضطريت اني نغسله في الكوزينة لابلكم بزورو بتاع يعني المرضيالي لكن لو كان كما كنت بكري بصحتي كنت نغسله بره في الساحة كملت غسلته كامل نقيت الكوزينة قسمته على ثلاث اكياس على خطر ديجارة 25 كيلو الله يبارك ويزدي تشمخي والوثقال بزاف باش ما نضرش يعني ظهري وجين الخفاف قسمته على ثلاث اكياس وخرجته البره يقطر هاد النقطة البنات مهمة جدا انكم تغسله في الليلة باش من غدوى ذاك صباح غير الطل شميسة تنشروه لو كان تغسله صباح تخليه يقطر حتى الليل ما تقدريش تنشره في الليل حتى من غدوى ذاك وباش تنشره بزاف عليه هو مشمخ ياك هاد النقطة خذوها بعين الاعتبار باش ينشفلكم بسرعة من بعد كما را كنت شوفو طلعتو لطيراسة فرشت له وراح ننشره نرققو كما ننشره تماما الكوسكوسي يعني الكوسكوس لما ننشروه نرققوه ومن ذاك ندورو عليه بيدنا نعاودو نقلبو هاداك التحتاني نردوه من الفوق باش ينشفهم لي فما تنساوش نخدمو له الفزاعات انا ديجا ننشر فيه والحمام فوق الضالة ليمورايا يستنوا فيه وقتا شنروح بسرح خليت لهم هذوك الفزاعات يعسوا في بلاستيك خليتو حوالي ثيام اربعة على خطر كانوا نهارات مشمسين مليحة واشنوه في الليل ما نخليه شي بات نلموه وصبح نعاود ننشره حتى نيبس تماما خلاص دروك القمحة ديالي راهو يابس هيا نرحوا مع بعضانا للمطحانه باش نطحنوه لما تروحو عند المطحانه اهه الصيوه هاداك لي يرحي انه يرحيه لكم متوسط باش هكذا تقدروا تستعملوه في عدة وصفات على خطر كيما الدقيق العادي الرقيق عنده وصفات المتوسط عنده وصفات والخشين عنده وصفات كي يرحيه لكم هو متوسط من بعد راح نوري لكم كيفاش تفصلوهم بالغربالة راح صفي يوليوا عندكم كل الانواع تاعد الدقيق تقدروا تديروا بيهم كل الوصفات راني اخذيت لكم ايه بعض الصور لكن انا للاسف يعني نحشم شوية كي نصور بالراس حقي ما قدرتش كيما يقولون نتدخل بزاف في التصوير فقط حاولت اني نخطف لكم بعض الصور تقولوا لي المطاحن وين جايين ما كاش بيليا ما فيهاش مطاحن ما كاش منطقة ما فيهاش مطاحن سقصيوا فقط رايحين تلقوا المطاحن اذا كانت الفتل الكامل روحي عند اللي يبيع الاعشاب ولا اللي يبيع التوابل وسقصيه هو وقول له خويا وين جايين المطاحن في هاد المنطقة على خطر يتعاملوا معاهم هما سوف اكيد يعرف يعرف المطحانة خلاص كملت هذا القمح ديالي وجبتوه للدار كي جبتوه للدار لبنات كي ما قلت لكم رايحين نفصلوا في مبيناتهم هنا يا خذية الغرباء اللي خشينا اللي عينو خشينا هاد الخطوة لازم نغربلوه نخرج كامل دقيق يبقى لنا غير تخش الكبير اللي ما راحلناش في الغسيلة وكذلك كما تنساوش باللي كي كنا نشرينه بالك كالشعراء بالك كالشتخشاجة في الهواء يعني هاد المرحلة لازم هكذا راني نتحصلوا على دقيق كامل بالنخالة ديالو رائع جدا والحجم ديالو من المتوسط هادك اللي نحيته من الفوقه ما يصلح الوالو نكمل نغربل بهاذ الطريقة وكمبارازار جاني نهار فيه بزاف الريح سينو كان راني غربلته براء خير هذا اللي نحيته منه البنات الكميه هاده كامل 25 كيلو نحيته منها فقط هاد الشي نرميه للحمام هاده حقهم ليست النوم ساكنها السابرينال هاده نعطيه للحمام حتى فيه بعض الحوبيبات اللي ما ترحاوش كامل دركة هاده في حد ذاته اللي كيما قلت لكم غربلته بلخشين الغربال حبيت نوري لكم الرقم ديالو وراه رقم ديالو 14 غربلته بهذا لخشين باش نحيته هاده كما قلت لكم تخشي الفوقاني تحصلت على دقيق متوسطة اللي نقدر نستعمله كما راهو للكسرة لكن انا حبيت نزيد نصرق من هاده دقيقة شوية لرقيقة رح نستعمل غربال رقيقة رقم 30 باش نحي هاده الارطب اللي نخدم به مثلا المسمن البغرير المحاجب الملوي هنه رايح نزيد نغربل منه وما تقولوا ليش باللي ما عندها نحيت لقع النخالة لا لا ما تكش منها على خطر هادك النخالة كيما احبت القمح الترحات احجاب مختلفة النخالة الترحات احجاب مختلفة يعني هذا قمح كامل ما عندها نحيته ورجعت ومشي صحي صحي فوالا كما راكو تشوفو نحاول اني انغربل وانتحصل في الاخير على هاده النخالة من الفوق هاده نحتافظ بيها وحدها باش نخدم بيها بعض الوصفات اللي لازم فيهم النخالة فقط كاين مثلا بعض الحلويات يقولك استعملي كوب نخالة وهذا الارطب كما راكو تشوفو حتى لو انت عوره يبان باللي بوني هاده يا كيما قلت لكم نستعملو في الوصفات وينحتاج سميد رقيق وهادك اللي راهو من هيك انا خاطر ما رايحاش نغرب له كامل فقط يعني بعض الكميه اللي نحتاجها في الوصفات الاخرى والاخر نخليها كدك خاليطة باش ندير بيه الكسرة ووصفات اللي نحتاج فيهم يعني مثلا حبيث كذلي كان فتلو ولا انشاء الله انشاء الله يكون اعجبكم فيديو اليوم وعرفتو كيفاش تتعاملو مع القمح مثلا اذا كان مدهولك الناس ولا جابهولك القائد الاعلى وتعارفي كيفاش تقدري تستخلصي منه ثلث انواع من الدقيق المتوسط للكسرة الرقيق للمسمن البغرير والملوي مثلا والمحاجب وتزيد تنحي منه حتى النخلة هديك اللي تستعمليها في بعض الحلويات بتوفيق للجميع وغدا يوم افضل ان شاء الله